بسم الله الرحمن الرحيم وناضلت عبر مختلف الأزمنة وكان لها دور ريادي في بناء هذه الدولة المباركة وأيضا في بناء الأسرة السعودية والحمد لله رب العالمين ساهمت في التربية وإعداد النشق ثم لا ننسى حقيقة الدور الريادي الذي بذلته قياداتنا المتعاقبة رحم الله من مات منهم وأطال في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمه ولي عاد الأمين كان للمرأة حضور ولله الحمد وانتقلت إلى مرحلة التعليم الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي واليوم نشهد أن المرأة السعودية وصلت إلى أعلى المناصب في الدولة وكسفيرة ونائبة وزير وغيرها من الجهات الإحصاءات تقول بأن ولله الحمد وصلنا اليوم إلى نسبة مشاركة في سوق العمل للمرأة السعودية بلغت حوالي ثلاث ثلاثين ونص بالمئة وهو من مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين بقيادة سمو ولي العهد ونجد أن المرأة اليوم في كافة المجالات وفتحت لها العديد من التخصصات في الجامعات في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حقيقة كانت أحد اللقاءات الوطنية كانت تتكلم عن تمكين المرأة السعودية اللقاءات الوطنية التي عقدت وأيضا تبنى المركز حقيقة أن تكون المرأة عضو فاعل في أنشطة المركز وهي تعمل لدى المركز ولله الحمد وفي مراكز قيادية وأيضا في الأعمال التطوعية في المركز وتعمل أيضا في الكثير من الإدارات الموجودة في المركز ثم لا شك أننا أطلقنا من خلال أكاديمية الحوار دبلوم متخصص لتمكين القيادات النسائية وهذا من باب التفاعل مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين ونعمل مع جامعة تلميرة نورة بنت عبد الرحمن لإقرار إن شاء الله هذا الدبلوم أيضا نفذنا العديد من الاثنينيات الخاصة بالمرأة التي شاركت فيها المرأة أو يكون الحديث فيها عن المرأة السعودية ثم أيضا نظمنا فعاليات متخصصة في عدة مناطق في المملكة جاء من أبرزها الفعاليات التي نفذها المركز احتفاءا باليوم العالمي للمرأة من خلال مشرفات المركز في مناطق المملكة المختلفة وأيضا اللقاءات الحوارية حول تمكين المرأة وأصدار الكتب والدراسات المتعلقة بالمرأة هذه مجمل حقيقة ما نقوم ما قامت به دولة المباركة وأيضا ما قام به المركز نسأل الله سبحانه وتعالى للمرأة السعودية وللرجل السعودي دوام التوفيق والسداد وأن يحفظ هذا البلد وأمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على السعود وسموه لعادي الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وأيضا نتمنى لهذا الشعب الكريم مزيد من التوفيق والسداد اشتركوا في القناة